اتأثر من التعليق واحد شنو هو؟ حامل ولا لا؟ حامل في روز بس ما في حساب بالبنك شان يقولي لا ماما ليش بطاقة خلاص روح أنا يدفع انتي بعدين لما يصير انتي فلوس تعال لا بس خلاص كانوا رافضين اني اشتغل معهم بس كانوا كل يبحقون علي ان انا وايد احلم شلون تتعامل عهود مع هذه المنافسة؟ ألا خاف اجعوا بيزعلون عليش الضعف بياكلت المجتمع فلا تضعفين حتى انتي لا تضعفين حق اي شيء يصر هم بتأقدم؟ بجني ودي اسويل ام ويقول الشيء يمكن ما اقدم يسوه اليام عن صغيرة شنو اكبر مخافتش لما تفكرين بعيلتك؟ لا صج والله كافي نختم جيش المرء عيلتها وسندها بالدنيا اهلا يتكئ ويسند ظهرة عليهم بعض ما لما تكون هدافة واضحة جدامة يبي حققها وخاصة اذا مؤمن فيها يدري ان ايد واحدة ما تصفق انتي عطيتي حق العائلة بنظري وبنظر الكل نسبة امية بالامية وبنفس الوقت عطيتي البزنس نسبة امية بالامية من حياتك هذه المعادلة بالحساب غلط بس ان الحساب مع العائلة ما يقبل الخطأ فاليوم انتي معاي باللقاء ان شاء الله مرتبك شوي جاهزة مشكرة وايد عن الاستضافة او شي انتي شكرا حق حبورتش انا وايد ما استمتع اليوم احس اليوم الحلقة بتكون رائقة حق وايد اشياء او شي انتي شخص مقل بالسوشال ميديا انه يطلع ببرامج صحيح تهقين شلو السبب ترى السبب حضوري انتي يعني انتي شجعتيني صراحة وقبل لا اي حق تصور الحلقة اقول حق عنادل خلي فوق تحت اي خلينا تردد بس ذكرت ان الكل مستعد قلت لازم خلص اطلع اتكلم احس ودي المتابعين يشوفوني اكثر لان انا حتى في السوشال ميديا و سناب جات ما تكلم وايد صح فودي اتكلم يعني احس الحين انا مستعدة اني اتكلم في مرات الواحد على كثر ما يكتم الامور بحياته يخشها حتى عن السوشال ميديا انتي عموما اعتقد حتى مشاكلتش خطوصياتش ما تحبين تنعرض ابدا على السوشال ميديا ولا تتكلمين فيها او اذا تكلمتي تتكلمين بطريقة يعني احسها قليلة و خلاص تعدين تمشينها ما تابين تردين لها مرة ثانية صحيح احب المختصر المفيد ما احب اؤذي المتابع بالقرقة او ازعجة يعني لان في النهاية انا من اتابع شخص ما بي اسمع وايد كلام وايد سلبي لانا ما هو مجبور يتابعني و يتابع مشاكلي او مجبور مثلا في ناس تابعني فاشن ميكاب كشغل اعلانات بس ما هو مجبور يتابعني حق مشاكلي صراحة عشان شدي ما احب حتى اللي اتابعهم في سناب اي شخص احسه وايد طاقة سلبية ما اكمل بس اغلب اللي اتابعهم بنات متى اللحظة اللي عهود حست ان هي دشت باطار الشهرة اي سنة ومتى كانت وشلون كانت تذكري اي اذكر كنت مسافرة بلندن وفتحت الحساب اهناك اي فتحت تشدي فيه كان option تضغطين خاص او public تمام ضغط public وبعدين فاجأة شفت وايد followers وكنت احط اشياء بسيطة عن الميكاب وما كنت اطلق ويهي ظهري اوكي شعري اوكي وايام عرفتي اول تحطون الصورة تكتبين الاسم وي اسمك على الوي ثلطينة اي فكنت احط وايد اشياء عن الميكاب طب ورموش ميكاب اشياء وبعدين بدت شوي شوي البنات وايدي تابعوني يعني انام اقعد الاقي الفين followers ثلاثة يعني كان رقم كبير اي اذكر مرة انتي اول من شهرتين انتي قبل كنتي في الشهرة ما انسى طلحتي تقولين بليز كملولي امية الف انا مسوية كيكة الله كان الامية الف يعني جنا الحين عشرة مليون صح على قبل ما انسى سنابش كملولي توقع كان باجي شوي تصرين امية الف صح وانتي اول واحدة صرتي مليون كنت اتابعتش حتى في بداية يعني قبل ان شهر وايد امية بالامية كنت انا وخواتي انيب اشياء نبيحها اي اذكرها الفترة اي انا انا وايد حبيتش يعني انا بديت وعادي وبالعكس اقولها بديت برموش وانا واختي كنا نطلب برموش ونبيحهم وبعدين طلبنا ماسك ده زينالشيا ماسك الشوكلت صح حطيتي من غير اعلان صح من غير شي كان مثل يعني support اني انا وايد لمستيني امانة وقمت احس لمن احد يدزلي شي او مثلا انا اصور شي عشوائي ادري شون رح يلمس الشخص يعني support او شي حلو قبل الشهرة ايه فترة طمحتي او تخيلتي او شعرتي او حسيتي كنتي رح تنشهرين اي متى مو شهرة كنت كلها قول وانا صغيرة قولوا امي انا رح اصير غنية رح تصيرين غنية وانا رح اصير عندي فلوس وامي ما كانت تكسر فيني قلت قولوا ان شاء الله تصيرين بس كانوا كلها بحكوين علينا انا وايد احلم يعني وايد خيالي كبير والحمد الله اني حققتها لان الوحيد اللي ما كسرت فيني خيالي وانا صغيرة يعني مو صغيرة خنقول مراهقة امي كنت تقول ان شاء الله بتصيرين بتصيرين وكنت وايد احب الميكوب ما تتخينيش كثير ايام قبل السيديات بسام فتوح خبير الميكوب انا وايد احبه نزل سيديات يعلم الميكوب وينباح السيديات ما انسب اربعين دينار وانا كنت طالبة بالثانوية وابي السيدي ما عندي اربعين دينار يعني اربعين حق طالبة بالثانوية وايد احوس ابي اربعين يباعطني ما في رحت لموي امي عطتني اربعين دينار ويابتلي السيديات ما انساهم سيديات بسام فتوح وشقلت وتعلمت ميكوب واطبق على شيخة وعنود خواتي يعني سبحان الله الام تزرع فيك لما يكون بيئة ضحية والام تزرع فيك الهدف والحقيقة تحقق شوفي عهود ما بيقبتشي ما بيقبتشي لانه ما بخرب الميكوب بتعصب عليه لا 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 ما حد راح نعصب عليك اختي راحتش اختي راحتش اليوم احنا نبين سولف نبيناخذها سوالف ترى بقول لت شي انك هذه الاشياء ما يعرفونها انا اول مرة عارف قصة بسام فتوح وانت عمرش ما تكلمتي عنها مع اني انا وايد اكلمة اوجهها لتحية وهو اللي علمني الميكوب القدر موكل بالمنطق اللي قلتي انتي اليوم انك انتي تحلمين تكونين غنية توصلين حق هذه المرحلة اؤمن ان القدر موكل بالمنطق كل ما كان في بالانسان لما قلت اي امك اللي كانت تتق فيك ان انتي راح توصلين لا مستيني لانه بالضبط اللي قاعد قولينه صاير معاي امي دايما تقولي انتي راح توصلين حق مكانه دائما دائما عندهم احساس عظيم اقولها لا صاتي حلو لا تمثيلي حلو يعني كانت عندي في نظري شهرة بس غنة وتمثيل ما كنت عرف في الشهرة وين راح توديني فلامستيني بهالجملة بس القدر موكل بالمنطق امي ماما سميرة نفس امي لهم نظرة وايد متقاربين بالشخصيات بعد الله يحفظهم لنا يا رب انتنا عهود شنو الجوانب اللي ولهتي عليها قبل شهرتج ولا شي ولا شي بابا مسكر صريحة ولا شي ولا هتعلي قبل الشهرة ولا شي ولا شي ولا ذكريات اي ذكريات الحمد لله ذكريات لحين متجددة مع اهلي وعادي بس اشياء قديمة لا والله ما وله فللواحد ينسى اشياء ما يبي يذكرها طبعا وحلو انه يتقدم مراحل متطورة واحلى ويعيشها احلى واحلى متى العائلة تكون كنز العائلة عمرها ما كانت كنز العائلة اساس نجاحك من نجاح سرتك سرتك ناجحة انت ناجح لان احلى ما نكون بيئة صحية بيئة طبيعية كل شي طبيعية يعني يخلقون تربية حلوة حق الشخص يعني انا شنو بيو اوصلها لما تكون البيئة فيها مشاكل ترف ممكن لنا كاملين في ناس وايدة تمر مشاكل في ناس تمر بحياة طبيعية انا اتكلم عن الحياة طبيعية اغلب لبيوت 90% هنقول لنا الحياة طبيعية يخلقون اطفال وناس وبيئة يعني ناجحة حق اطفالهم فانا دايما اقول العائلة مو كنز كتمائية لازم تكون بيئة صحية عشان تخلق ناس فعالة وتنتج في المجتمع وماذا تكون العائلة ضرر حق الانسان والله هذا ما اقدر اجاوب لانا ما اعرف شنو ضرر ما عشته ولا بيئة عيشه يا رب يا رب امين ولو اي احد بعائلته في ضرر ان شاء الله يا ربي تمر وتعدي وتعدي يا رب مع منو تعيشين بالبيت امي وابوي خواتي واخوي ومزن ومزن اختي اللي عيد ميلادها امس هي عشرين اثنين عشرين بس احنا لازم نحتفل شهر كامل في مزن في مزن لازم ضروري بدللت البيت اي كنتي في بيت ورحتي بيت يديد شنو الشي اللي حرصت تاخذينه من بيتك القديم جناطي جناطي اي جناطي عزيزة علي عزيزة علي ايه والله جناطي خذيتهم معاي وخذيت اهلي معاي وخذيت كل شي حلو ذكريات حلوة كانت يعني بداية شهرتي في بيتنا القديم وطلعنا يعني شون يعني شنو خذيت مثل يعني يعني مثلا انا يعني هالسؤال قبل فترة انا شنو خذيتي من بيتك القديم شنو خذيت هاي ما رحت صدقين شو الزوالي ملوتنا سبحانه وتخني الشي الغالي الغالي فمثل ما اجناطي غالي هاي خذيت جناطي خذيت انا الزوالي بس تركت الباجي تركت ذكريات الباجي تصدقين ما احب الذكريات القديمة وايد انا يعني ما حد يحب الذكريات القديمة اللي لما نقاط شوفي اهو فيه ذكريات حلوة اكيدو احنا صغار وخوات وكلنا مع بعض بس فيه ذكريات لما الذكريات العادية اللي عادية اوكي دقوني ذكريات بس من ذكريات عادية اللي تطور اللي اشياء احلى تنسين القديم وتركزين على اليدين على اليدين من يستحق اليوم يشوف حقيقة عهود العنسي الدائرة دائرتي مغربين مني لان انا شوية بكي يعني انا ما بيقول مو اجتماعية باللعبت انا ويد اجتماعية بس يعني انا عندي اخي نقول انا عندي معارف الكويت كلها والخليج ولكن الاصدقاء يعني دائما احط الاقرب فالاقرب فالاقرب فليشوفني على حقيقتي الاقرب ربعي اهلي القراب مني حال يعني انا لو اعد صديقاتي الاقرب فالاقرب اهم في الايد يعني اعدهم في الايد بس صديقاتي خواتي صراحة كم صديق مفضل عندك اليوم بنتين بنتين عمرج قلت يا ساميه مع السوشل ميديا ايه هادي اقول عايشة وعالية عايشة وعالية اه اساميهم تشدي يا لي مع بعض لايقين عايشة وعالية عايشة وعالية من يعني انا ما منشنهم يعني فلسنابي ولا يمكن يعرفهم بس اما من صديقاتي يعني يعني عايشة صديقتي من زمان من ايام كنت موظفة في شركة زين وعالية صديقتي من ست سنين سبع سنين بس حيل قريبة مني ويد أحبها لا مستج يعني أمس كنت قاعدة أشوف ديكومنتري حق إليسا فشفتي صح أنا ويد أنا تأثرت بعد عندها صديقة واحدة اللي هي كانت فانز وصارت معها الأسستن وصارت هي اللي تمسك شغلها وتحافظ على فلوسها شي حلو ويد كان حلو الديكومنتري ويد حسيت أن إليسا شافوها الناس فعلا عكس اللي شايفينها إليسا أنا ويد أحبها وإحساسها حلو بس عقل ما شفت اللقطات من نتفليكس أنا ويد حبيتها أكثر خصوصا شون إياه كلوز معها يعني هذا الشي أطالع أقول أحس كذي يعني أقول الحمد لله الدنيا بخير الناس لجل حين كلها فيها خير فعلا أنت ليش حبيتيها لأنت شفت ليسا على حقيقتها أيوة طيح مثل ما الناس رح تشوف حقيقتك اليوم أنا أوكي للحين أوكي للحين تمام احنا تهمنا راحتة النفسية لا بالأكس كل واحد فينا عندنا جانب من شخصيته ما يظهره صحيح صحيح جانب عهود اللي ما تظهره للناس أنا الجانب اللي ما أظهره حق الناس إن أنا ما عرف عبر ويد فلما أثوري بسناب أي شيء أسويه حلو أقولهم أنا أنتوا فاهميني أنا ما عرفة أوصل تعبيري يعني تعبيري دايما أوصله بالبتشي بالبتشي أسكر سناو أبتشي فرحة حزن أبتشي تعبيرك الأساسي بالبتشي بس شعورك يوصل حق الناس كلامك أدري مرات لما أتكلم بأشياء اللي يقولون لعيونك واضحة ما عرف أحبر وكان فكرت أني أروح بالي مثل اللي راحت لنجلة الودعاني منتجة عنا سوين يوغا وأشياء فودي أن أفرغ يعني ودي أكون شخصية أعبر أكثر أنا حسك أتعبرين بس أحس الشخص اللي لازم يتعبرين لما يكون الشخص اللي أعبر لا والله أنا حبت أمي تقول أنتي ما تعبرين وايد كتوم أنا أعبر بالفعل تصرفات بس كلام ما أعرف شنو التصرفات تشنة بتعبرين يعني مثلا إذا أنا وايد مستنسة مثلا شي نجحت فيه مثلا أبي أعبر حق خواتي أو هلي هدايا أشياء شدي أعبر بس أن الكلام ما أعبر بس أنا قولتهم زين تعبير هدايا أحسن من تعبير الكلام بالهدايا ما أعرف ترى هذا أسهل تعبير بالنسبة لي أنا بعد أي يعني أنا بالنسبة لي أنا عندي كلمة آسف صعب وتأخذ مني تاي من قويض يعني خليني أكون بسترس أنا شلون بقول آسف لا بس أنا صرت شوية أحسن من قبل يعني أول بس أعبر بها لا الحين هدايا وكلام هدايا وكلام سطرين أنا آسفة جدا أي مو قصدي خدية أنا أشوفت شخص هادئ سوشال ميديا مفعمة بالحياة وتحبين تشتغلين تحبين تنجزين تبين تتركين بصمة بأي شكل من الأشكال في توجه بس أنا أحس أنت شخص هادئ الطفولة شلون كانت أهدى 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 بوايد صح نادل ها نادل صح صح هادئة ووايد أمي تقول أنت صغيرة ووايدة تكلمين نفسك هادا الخيال ايه أنا تقول أمي أنت صغيرة تقول أنا كنت أشك أن فيت شي ودوني طبيب أنه ووايدة أكلم نفسي يعني أقعد شدي أناقش تتكلمين منه أو شنو تتكلمين لا الحين أكلم نفسي وأناقشها وأناقش يعني الخيال واسع واسع وضحكون علي وهو غلط أن أنكلم نفسي لا ما حصغ تصدبين أحسن علاج أنه الإنسان يكلم نفسه ايه وأناقشه وإذا سويت شي غلط أو شي عاتب عاتب نفسي ليش سويت يعني كنتي كنتي تقدرين تقولين كنتي كنتي تقدرين تقولين كنتي 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 إيه وأناقش شنو الشي اللي تذكرينا من ذكريات طفولتك عدل 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 مايروح من بالك فلعتي عدي يعانا بعد هني لا أنا هني على اليابها وعشان شي غطيتها بالقدلة كنتي طايحة أو لا ايه كنتي لعب ديرو فأنا وعنود أختي ايه وهي الدز فهي جدامة مثل مساحة فنطت فأنا هي الدوري بنط شنو جدامي الطوفة طوفة شانديش بالطوفة أوكي وبلت للحين هي وكل ما روحها بالدكتور كنتي يقولوا سهل روشة غطيها تقولين لا لا ايه يقولون لي غطيها تقولين لا ايه أنا بعد لا ايه أحسها يعني السيقناتشار مالتوش لأول طيحة لي وأول مرة أشوف دم يطلع مني كنت صغيرة ما أنسى دم على أمو يروح يصرق عندهم ودام نح الدنيا انقلبه الدم طلع فهذا الشي الوحيد اللي أحبه السكار اللي هني نفس الشي أنا هني موجود عندي وأحب لما نروح نقذ في الروبوتوكس أغطيها يقول لا لا خليها لا أنا أتذكر رحت حق دكتور سايمون في عليه قال لي عود يايب جهاز يديد مثل يعني الشي للقشر الأول من الطبقة أو شي فقال لي أنا سويت حق ما أتذكر مشهورة فقال لي خليني أسويلي الشياء لا لا أنا أحبها خليتيها يا دكريات الطفولة طقت الطوفة كل المراحل العمرية اللي مريتي فيها متى كانت أحلى لحظة في حياة عهود أحلى لحظة في هالفترة ولا قبل بأي مرحلة كانت أحلى لحظة لما قمت أعتمد على نفسي وصرت صراحة ناجحة الحمد لله وبنيت نفسي وأنا وبنيت نفسي بنفسي يعني ما احتجت من بعد رب العالمين أكيد ومتابعيني لهم فضل يعني لا نشذب يعني الواحد من ربه أهله ومتابعيني فحسيت أن أنا هنا صج الحمد لله هذه اللحظة الحلوة لحظة الشهرة والنجاح والأسوأ لحظة أسوأ لحظة لما خونج التعبير بشي ما تعرفين تعبرين عنه مريتي عاد بها الفترة إي مرات أمر ما عرف أعبر أكثر أنا مشكلتي في التعبير مشكلتش في التعبير كلامك متسلسل تعبيرك يهب ما حش أننا عندك مشكلة في التعبير أنا أحس لأن أنا مرتاحة حستش أننا في بيت مرتاحة إي صراحة أنا همشي تقولي عندي أنت مرتاحة أنا أحس أن أنت ممكن عندك دائما خوف أنك تنفهمين غلط خوف أني أنفهم غلط عشان شدي ما أتكلم ويد غازج في السوشال ميديا أي في السوشال ميديا ما أحب أتكلم ويد لأن أخاف أنفهم غلط خاصة مرات لما تمر في موقف أنفهمت غلط فعشان شدي أنا أختصر أختصر لأن أنا ما دي منقاع يتابعني يعني أنا دائما أقول 90% أوكي بنات طبيعيين يتابعوني بس 10% ما أدوش أنه ممكن يفهمون ممكن يفهموني غلط يمكن أنا يعني خاني التعبير أو يفهموني إذا أنا غلط فعشان شدي أحب المختصر المفيد في مرحلة حسيته أنه لما يحوشج أي تعليق هل بقاعد يأثر عليك؟ أول حين تتأثري أنت؟ مرات أتأثر من تعليق واحد اليوم شنو هو؟ حامل ولا لا؟ حامل؟ لا لا وليش تتأثرين؟ أتأثر لأنش لما تكونين في مرحلة علاج مستفزة يصير الصلاة وأنا ما يدون أنه في علاج عشان شي يضغطونك أي فأنت تتأثري من مرحلة إذا ياش تعليق معين فيها؟ أنا حسب التعليق شو التعليق اللي يلعب نفسية عهود اليوم؟ التعليق اللي يأثر على نفسيتي مثل؟ شو تحسين؟ يعني أنا ضايقني كلمة تحامل ولا لا؟ ها ما تتحملين؟ ليش ما حملتي؟ يضايقني؟ لا يعني فيه تعليق بس ما أنا بنقول مثلاً يضايق كثير ما هو يعني تحسين أن معقول النصيح ما هو مستوعبة اللي هو مثلاً ما نقولولي نيو ماني أو حديثة نعمة أنا في جملة واحدة أجاوبها يعني رب العالمين قال المال والبنون دينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات يعني أول شي شنو ذكر المال يعني أنا أكتب جملة واحدة شنو أكتب؟ أرد يعني أكلم نفسي أو أرد على اللي كاتبتلي مرات أكتب أقول لها نيو أو أولد المهم في النهاية ماني يعني الإنسان لما إحنا أنا كنت موظفة يعني أقوم الصبح من ساعة سبع ست ونص أروح الشغل أشتغل ثمان ساعات ست ساعات في النهاية آخر الشهر شنو لي فرحني؟ المعاشي معاشي إحنا إحنا كلنا لحين نشتغل عشان شنو؟ عشان أوكي نبي فلوس ونبي نجاح فالفلوس يعني ما أزعلم من أحد يكتب لي نيو ماني بالعكس أنا نجحت سويت لي ماني ما قاعد أطالع شي دي لا اشتغلت واستثمرت بفلوسي ومعيب أغنى أغنياء العالم بدوا من ولا شي يعني أنا ذاك اليوم شفت بيت إيلون ماسك هو أغنى إنسان في الكون العالم كله يعني المرحلة اللي مر فيها لغاية الجامعة شون يتنمرون عليه معني كان وائد ذكي والله العظيم تقولين إذا أنا نيوماني هذا شنو معي يعني تشوفين مراحل التطور وبعد شفت لاعب كرة القدم بليه والله العظيم لو تشوفين بيته وهو صار يعني آيكون بالكرة القدم وصار في غنى بس لو تشوفين البيت اللي كان عايش فيه ما أنا بنروح بعيد شاسمه اللاعب بعد نيمار صح عشرة في غرفة مادرستة لا ويطلع ويتكلم وفخور إنها بدأ من بدأ من حال وصار حال من بديتي بالسوشال ميديا اليومنا هذا وايد مراحل صحيح الله عرص مراحل أنت عندش حسين ما وايد بس أبي أتكلم عنهم أوكي ما أنا بيبتشي ما في بيبتشي أنا خاشتلتشي عشان المكياج أنفال ديشتي وملا أحلى ميكوب ترى تمكيتني أنفال شاطع مكيجاتني مرتين أعتقد بداية شهرتك بالسوشال ميديا وايد حسابات حرصت تنشر إشاعات وفضايح إشاعات وفضايح هلنا مرينا بهالمرحلة بذاك الوقت أنت جاهزة حق هالمرحلة لا والله لا والله كان فيه يعني فيه كلام صدمة أول مرة تسمع عنك يديد يعني أول مشكلة أنه كانت يعني الناس أول بيشوفي أنا دايما أقول إحنا للمشاهيري دايما أسمي إحنا كلاس A مو كلاسي إحنا يعني واو أول شي لأ مو واو إنا إحنا شطار كل شي إحنا أول ناس طلعنا يعني تطبق فينا كل شي إحنا ما شاء الله صار فيك صار فيه كل بيت مشهور فيه كل بيت حسابات وصار وعي أكثر في الميديا لكل فاتح حسابة وعادي بس أحس إحنا إلي اللي ضربه وفينا كل كل الأمثال كل الأشياء لا أكيد كنت أتأثر وايد كنت أنصدم كنت يعني بس بعدين صبرت في شخص صبرت في حياتي لما انتقعد ما أنست منتقعد الصبح شعر السود خلاص شي تمسكي دي خلاص خلصنا مرحلة بنعديها الشهرة الفلوس ما راح تتيجبلاش والشهرة ما راح تتيجلي كل شي راح تتفعيله فاتورة الطق هذا قاعد تتقونك الحسابات كتتفعين فاتورته اللي إهي ستصري مشهور وصار لانش فلوس ترتاحين ما يخالف أزمة وبتعدي فعلا عدت من ع الشخص الكنق عنادل شراحة يعني هي صجوة تصارمة ويدي اليمين بس إذا أضايق يعني عندها مش الله طاقة عجيبة في رفع المعنويات يعني ترفعين متى مرات ما لي خلق قلها تعبانا ما لي خلق أشتغل تضغطني بس الحين ما لا أخلق تعبت هدت هدت بس بالبداية كانت يعني من أقوى لا لا الحين ليش هدت تقول خلاص هنت علمتي داع السنة عشو سنين بالميديا عيبة علمتش شنو تسوين أو شنو تقولين بس أحتاجها في أشياء في التحليلات لأن أنا ما أقدر أحلل الناس صح هي محللة أمية بالأمية كل خواتي أنا كل الناس طيبة ومسكينة وحرام بس لا قلوا لا هذي تقصد شذي هذي شي راح تسوي هذي مبين هذي واضحة وفعلا يصير بعدين اللي قالو أقول شنو تقرون شون تعرفون يقول يعني يبين أقول صدي ما حسيت إنها شذي حسن مسكينة حسن طيب حسن وشنو ما أقرى الناس عدر ما تقرى الناس عدر لا يعني علم الفراسة عندك شوي يبيل لشغل الفراسة عند عنازل عنازل صراحة حتى لما أنا مسكتها بشركة أوهو دي بيوتي المالية ماسكة الـ HR وماسكة التوظيف يعني أي أحد تقابل حق الـ HR هذا راح يقعد هذي ما راح تقعد وفعلا أقول شون تعرفين تقول يبين يبيش صغل ويبين اللي ياي يبيشوف أوهو دي بيوتي شخص الصح في المكان الصح حيلا حنادل أقب ما وقفتي على أول سلم شهرة أي تمام الحين عاد بدت مرحلة المنافسة بين زميلات السوشال ميديا أي ومشاكل السوشال ميديا وأمور السوشال ميديا شون كان أكثر شيء أو أكثر شيء صادفت من منافسة شخص مع السوشال ميديا شوفي أنا بقول بالنسبة كل زميلاتي بالسوشال ميديا كل الاحترام والتقدير بس أنا تعرفيني دانا أنا يعني مبتعدة كل البعد مو أن أنا يعني فيني شيء أو زميلاتي بالميديا فيكم شيء لا بس أنا يعني زميلات العمل دائما أحط حدود لأن صراحة فجأة شوفت انتين تها وشوفوا بسناب إن داك اليوم معزومي مع بعض شون صارت الدبحة شون صارت الضيغة يعني تتخافين فتقولين يعني الباب اللي إيه من نريح تدى وستريح وسلام سلام وعادي فالمنافسة المنافسة حلوة بس ما تكون منافسة نظيفة ومنافسة أطيق بالكلام بسناب أو مثلا أتكلم عند أحد ويوصل الكلام هذا موحلو يعني يعكس تكشي من الشخص أو خلاص تحسين أن هذه شخصية يعني معقولة شدي تشوف نتسلم عليه ومن وراي تتكلم هالكلام يعني هذا هذا موحلو النفاق النفاق في الميديا هو اللي يسوي المشاكل أو يا ديم لا تسوي المشاكل ديم لا تسوي المشاكل إيه والله صح ولا لا يعني الشي موحلو النفاق خلاص أنتي ما تحبيني أو لا لا نقول ما تحبيني لا موحلو الكلمة خلين نقول أنتي ما تحسيني منافسة لا تطالعيني بالحكس كم دي طريج الموحلو إذا أنت تركزين بالمنافسة يعني ما راح تخلصين السوق كبير نفسين منه وتخلين منه أنتي نفسي نفسك ركزي لأنه أنا اكتشفت كل ما تركز على نفسك تنتج أكثر تركز على غيرك الضيئ وايد دانو إن شاء الله نحن بالميديا وايد الضيئ صح يعني أنتي صاحبة وجه واحد تشوفيني أشوفت شلي أشوفت شلي الآن أشوفت شلي يمكن قبل كان عندي كلام ثاني لا لا الواحد يكبر يكبر ويتغير يكبر والأيام والمواقف اللي مرينا فيها صراحة بتعلم الإنسان موائد أشياء أنا حبيتكم بفترة تعليقت فيكم موائد فترة قضية تغسيلة يعني ما حب أذكرها أنا هنا موائد تعليقت فيكم يارين أذكر يعني حبيتكم موائد أحبكم الحمد لله ولحين أحبكم الحمد لله بس هالفترة حبيتكم دبل هالفترة كنا كلنا على قلب واحد للأسف نحن نعيش بمحيط أحيانا تجارب الإنسان تنرفزها يعني لأن الشخص عصامي واشتغل على نفسه وبنى نفسه بنفسه من الصفر في نظرة فوقية من بعض الناس في نظرة فوقية طبعا في نظرة فوقية مثلا وفي نظرة أزين هو في جانبي صراحة في نظرة فوقية وفي نظرة الله بصير الله بسوي نفسها الله بأنجح النظرة الفوقية ما تكنين تسوي لهم شي هذا شون شون يعني تكنين تردين عليهم بالنجاح أكثر بالشغل أكثر بالتطور أكثر يعني هذا ردت شلهم اللي يطالعونش فوقية أما النظرة الثانية اللي هو اللي يستنسون حق النجاح حق التطور ويتمنون وفي ناس يعني سبحان الله الناس أنواع ما في أحد كامل ما في أحد كامل قضية غسيل لموال كانت مثل كابوس كابوس نعم حلو عين 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 ها هذه عوينة طويلة طويلة زهل عوينة كانت أنا طويل اسمي اي طويل هل تقعلي جدانا أنا ولا عقيل عقيل اسم أبو علي يمكن عقيل بعضنا قاعد مننا وقدر يكمل حياتها وبعضنا ليه الحين يعاني مننا صحيح شلون عديتيها أو ليش عديتيها عديتها لازم عديها على قوت أليسا it's ok يعني بتطوف إيا كانت بتطوف لأن ما كان في شي يعني هذه الموجة كانت صحبة ضايل أوف حيل يعني ضايقة أهلي يعني دشينة وايد يعني رشن ضغط وايد يعني أنا بس سبحان الله ربي علمك أنه ممكن تكونين من حال فجأة تصيرين حال ثاني يعني ممكن كل شي بلحظة يروح يعني نذكر موقف بس ما بيأقول عشان ما بيأبت شي ok لكي لكي نفعل لا لا أذكر خلاص أو لي إلا دعني اسمع لا هو يضحك بس بنفس الوقت ما أدري مرة شوفي أنا طول فترة الغسيلة المال شوف هذا الموقف وخلاص ما نبدش بالقضية خلاص مرحلة وعدت ما كان عندي روس السعبات كلها اتجمدت من كان يعطني بطاقتها عنادل كريديت كارت مالتها وتحطني فيها فلوس وأصرف ok رحت البانزين ok وكاش خداش بالبانزين بالروز في روز بس ما في حساب بالبانك حي ما ما يدوش دار الناس شابت السيارة داش البانزين عبيت وال ألترا ألترا صح ضلعت البطاقة شامرة كنت يعني حسابت يعني يلا نزلت الجام كان يقول للهندي لا ما 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 يصير كردت كار لازم كانت ما يصير فيزا ما يصير فيزا وانا ما عندي فلوس والله ما عندي فلوس ما عندي كاش وما عندي كينة مجمدة قاعدت طالعت شدي كان أقول لا أنا ما عندي فلوس يضحك طالعني قلت لا ما يصير بالفيزا قل لي لا ما 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 يصير قلت لها شون أنا الثقة أن أروح بفلوس قلت لعادي أعطيك بطاقة المدنية وأروح أنا بابا يجيب فلوس من ماما ويجي كان يقول لا ماما ليش بطاقة خلاص روح أنا يدفع أنت بعدين لما يصير أنت فلوس تعالي هذا الموقف أن ربي يشوف ممكن غير من حال لحال وفي ناس ضعيفة ما تتوقعين أن بتساعدك كان تعبيت البنزين غالية 18 دينار وهندي دفع 18 أنا مع الأسف يعني أنا متأكدة أن الجازيتي باللي أحسن أكيد أعرف طبعا أعرف طبعا إلا أن بشيت يعني وايد يعني هو موقف سخيف بس لمس فيني أن ناس فيها خير ناس بسيطة ما يعرفني أهو وممكن معاشا قليل قلت الآن أعطيك بطاقة أنا يروح أك ماما يجي فلوس يجي قال لا ماما صدقين عهود مرات 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 بهذا واختبر واختبر موضوع غسيل الأموال يعرف مرارة الأمور اللي مرينا فيها حق أهلنا نفسياتنا حياتنا طبعا سمعة لا هذه أنا شوفها ولت خلاص راحت ما راحت في فترة أعتقد مرينا فيها كلنا هي فقدان الشغف والملل بالسوشيل ميديا شلون حاولتي تخلقين بيئة مغايرة ومعاكسة تماما عشان لا تحسين في الملل شوفها هذه إذا أنت حسيت بملل وضغط شغل لازم تسافر أنا عن نفسي إذا حسيت في ضغط أسافر أغير جاو أطلع من الجو اللي أنا في أنا السفر في المختصر أنت السفر في المختصر ولا مع من اللي تسافر معه هو غالبا أسافر مع خواتي يعني أي فيعني هو بالجليس لا بالمكان طبعا أكيد أمية بالأمية ولا ولا من الشخص اللي غير حياة عهود لعنزي للأفضل أمي وعنادل خواتي شيخة وسارة خواتي وأمي كانوا أكثر سابورت كانوا يساعدون كل شيء كل شيء تصوير أشياء دعم كلام كل شيء صراحة شنو غيروا فيتش شنو غيروا لا أنا غيرت فيهم شون غيرت فيهم إن دا أنا ترى وايد أحب أكون متفائلة وهم متفائلين بس أنا دايما أعطيهم يعني سابورت وبالذات خواتي لظار شيخة وسارة وايد أشد عليهم بالشغل يعني فوق ما تدخلي مرات يصير ما في أحد كامل يصير مناقشات حادة يعني الصوت بيننا أمي الدش دخلت هدينا طبعا كلمتهم مشا أنا ما ربيتكم عشان تصيرون شدي تعلون صوتكم على بعض لازم نقعد ونتناقش وايد أشد عليهم في الشغل ليش لأن شيخة وسارة شوية متراخين لأقول لهم إذا ما اشتغلت عدل ما راح تسوين عدل إذا ما يعني وأنا وايد دقيقة في الشغل ودقيقة في حياتي دقيقة أنا حيل خواتي عنادل أمي ما أناقش بأي شغلي أو شغلهم لأن أدي يسوون أشيدي بس شيخة وسارة دايما سوي لهم بوش يلا 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 دايما أقول الحياة شوفي الحياة فيها فرص حلوة وفيها فلوس وفيها كل شي حلو الحمد لله بس أنت شون تتيبين هذه الأشياء لك هي الفلوس موجودة في الدنيا أزلين شون أطالح تطالعني لا ما رحتيني أسعى يا عبدي وأنا أسعى معا طبعا لازم تروحين تراكضين تسوين شنو الشي اللي عهود دعوا الجزة تتغير بشخصيتها والله وائد أشياء أهمها يا عهود الخجل والتعبير بس تعبقينا رح إن شاء الله نتغلب عليه الخجل الطيبة الزايدة أنا مع الأسف صاروا في ناس تفهمها إن طيب خبلة نقص عليها يلا هنقص على العهود هنستغلها بس أنا أشوى إذا في ناس تستغلني الحمد لله وراي جيش أشي خط على بولك سارة أنا اللي نظرة شون يا سارة أصيدها أقرب سارة برجت ويومت أقرب هسابها إيه بنتي قلتي أنا تخيل أكلم نفسي تحاور مع نفسي أنا كنت متأقدنش أنت كنت تتكلمين نفسك لأن هذا موجود في العداد وأنا ما كنت أدري أنت تتكلمين نفسك ولكن تخيلت أنت تتكلمين نفسك باللحين أي فالخيال الواسع ممكن يتحقق على أرض الواقع طبعا أمية بالأمية شو اللي بخيالك يتحقق أني بخيالي قتلك أني أكون غنية عندي فلوس ناجحة بزنزوما عندي يعني شغلي خاص أعتمد على نفسي ما أحتاج أحد كان كله فيما خيلتي وصار شنو اللي ما صار شنو اللي ما صار لازم 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 في شي ما رحد تضبط حذتها يعني ما ضبطت ما صارت ما خذيتيها ما اغتنمتيها ما مرت يعني قولي لي مثل يه ما أنت قولي لي ترجمة نانسي قنقر 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 بس عشت عمري كله وياك أتمنى هاي أغنية هاي أغنية لها علاقة بالحب عاد لها علاقة بالحب نعم شنو الشي اللي كان ودت يكون عندك وصار وايد أشياء أهمها مثلا يكون عندي بيت حلو حلو بيتنا حلو الحمد لله يعني مثلا هاي أشياء أنت أتمنى ملابس أشياء مجوهرة أتمنى أمنيات البنات كل البنات شنو تتمنى أنا إذا نزل معاشي هاي الشاب وحشتري لجنطة وحشتري لسوارة إحنا البنات وايد رقيقين بس أنت خليتي البنات يبون معاشهم يزيد لحن فيه بجه لازم حق عهود بيوتي لا سعاري زينو لا والله في متناول كل البنات شرعي لا حبيبتي أنت سهلين شنو الأحلام اللي ما تحققت لليوم ما في عندي صراحة حل ما تحقق ما تحسين شاي بيور كارير أو البزنس بنا فيه بحل بس إن شاء الله يتحقق يعني بالشغل يكبر يكبر إن شاء الله يكون بقى ماكن أحسن ممكن أكيد يا يتلج بالسؤول دائم ما راح ألف ودور فيه طالوا على الأعداد موجود أولا متوقعتها اليوم ما أعتقد يعني راح يزعلهم من الريايل بس أنا لازم أقول الصج واللي أنا حسه صراحة الريايل أساس الحياة أنا ما أعتقد بالوقت الحالي المرأة تحتاج ضل حيطة بس بالزواج موضوع يشغل للأسف يعني للأسف حياة ويد ناس طبيعي يشغل بال حياتك هالموضوع أوكي شوفي الزواج هذه مرحلة عدتنا نحن نازم نقولها بالطبط نركز نركز الآن جاءنا موضوع شوية يعني حساس حكي اللي بنية عادي قلت شي ماذا يهمني أسمع الجواب من نظرتك أنتين اللي تحسينها يعني شنو الزواج بالنسبة حق عهود يشغل بالها يمر عليها طرى في بالها أوقات أكيد يطرى في بالي خصوصا لما أشوف الأطفال يعني هذا البارد اللي أحبه يعني يعني أحب الأمومة بس خلق ولا شي الزواج يعني مرحلة كل بنت راح تمر فيها يعني هذه سنة الحياة طبيعية إن البنت تتزوج وتيبعي وإسراء وشري هذا شي كل بني يتمر فيه في مقالة حق كاتب الله يرحمها اسمه أحمد خالد توفيق والله العظيم قال هذا الشي والله لو أرجب تليفوني حاطتها في برد لأن الكلام يعني لامس قلبي وخلاص مشيت عليه من سنين حسيت أن حسيت أن مو بس يمثني أني شبهت مو بس يشبهني أنا مثل مومة زوجة يشبه المومة زوجة يشبه المنفصلة يشبه البنت اللي متزوجة وما عندها عيال وأيضا يشبه اللي متزوجات لأن شوف الزواج أحسها ثلاث مراحل أو ثلاث حالات في حالة سعيدة ويطل عمرهم هذا أحسها باللالالانت وفي اللي هما أبا نداون أشوف أنا رفيجاتي وأحس هذا الصحي وفي اللي يقولون ليتني ما تزوجت بس كل من يأخذ أنا قلت كل من يأخذ نصيبة فشنو قال وايه يتأثر فيني قال إذا ما تقوستش إذا ما تزوجت عيش الفضى واللا مسؤولية وإذا تزوجت عيش المشاركة والونسة وإذا ما خلفت عيش الحرية وال عيش الحرية واللا مبالا وإذا خلفت هذا البارت وايد حلو عيش أحلى لحظة إنك جد ذرية منك فشنو يقول إن الحياة لها وجهتين وجهين اللي بيركز إن أنا ليش ما تزوجت أنا ليش ما عندي عيال أنا ليش مطلقة وما تزوجت مرة ثانية وفلانا تزوجت مرة ومرتين إذا بتعيشين بهذا الدبرشن راح تدشين اكتئاب وما راح تكونين سعيدة لأنه ما قاعدت ركزين بالنعمة اللي الله عطاتش ياها غيرها فيقول الحياة يعني محطة وإحنا خالصين هالأيام معدودة والوعد إن شاء الله في الجنة يعني إذا أنا ما خذيت نصيبي ما عيش أخلي المجتمع ينظر لي مسكينة مومت زوجة مسكينة مطلقة مسكينة ما عندها عيال خلي المجتمع ينظر لك أنت قوية أنت ناجحة أنت مهندسة أنت دكتورة أنت يعني أحلى مخلوق لأن البنت رقيقة والله ما تستاهل الضغط فلا تضغطين على نفسك بشيء وهو مبيدك يجوم لقلت هيها وائد إيه دانا حسيتها إيه الحياة شنو الحياة شفت لما قلت أنت منفصلة وقت اللي انفصلت عهود صادفني صادفني ناس غريبين أطوار شلون تدني شلون شلون تعليقات تنمر بشكل مو طبيعي طبعا زين يسوي فيتش أنت وأنت إيه أنت أصلا ما يصلح تكونين متزوجة من فلان لفلاني ليش ليش أنا عشان أوريت شنو نظرة المجتمع بعد أنت منتزوجة ومن فصلة أي أي عشان أنا تزوجت بعدين مريت في مرحلة انفصال بعدين عشت تقريبا سنتين بعدين رجعت حق زوجي متى وقتها ما تقدر تكلم كنت أنا عموما في مرحلة انفصال أكيد وكنت مصدومة ولما أقرأ التعليقات وأقرأ الخلام أثر فيني أثر فيني عفوان أول شيء أنا إحنا ما طلعنا تتكلمنا عن خلافنا بالعام أنت صاحب هدوء أنا ما حسيت أنش طلقت هذا شيء فلو وايد صح لأن عموما الإنسان لازم يكون أصيل في كل المواقف يكون أصيل يكون راضي بنعمة ربها راضي بوضعها عشان تعيش في طمأنينة عيش النعمة اللي أنت فيها تقبليها تكيفي وتعايشي فيها بحب أو بحب لأنه خلاص المجتمع أحسه واي تغير صار فيه وعي إحنا وصار فيه ضغط لش ممتزوجة ما أحس شلون يعني يعني ما أحس الآن إحنا في الوقت هذا يسئلون البنت ليش ممتزوجة صادفني ذاك اليوم دلال الدوب كانت تتكلم بسناب أنا رايحة عرس أي يعني ليه الحين يسئلونها الأسألة هذي وتقول أنا أعرق أفهم شعورها هي مو متحسسة من الموضوع هي متحسسة من السؤال في وقت غلط هذا هو إذا أنت ما تقدرين تغيري نظرة المجتمع أنت غيري نفسك أنت خلاص خلت أوكي الحمد لله وضعي تمام الله عوضني الله عطاني الله ما قصر معاي رب العالمي ما يقصر مع أحد إنسان يعني يدري شنو نيته يدري شنو شغله خلاص ما صار وهو بيصير يعني يوم الأيام راح تمر كل بنت في هذه المرحلة ما صار مو نهاية الدنيا بالحكس قولي الحمد لله دائما وأبدا بما أننا في إطار الزواج ومود الزواج ما تقولين عن جدامج هذا شريك حياتي والله الحمد صحي على رول ذاك اليوم واحدة من البنات عندها مشكلة مع ريالها وقالت أنا بتطلق وأنا بالنص قاعدة عادي أسهل كلمة نقولها لها أنا محدرة ناقص ساكت شيء أطالحها حان تقول لها رفيش تاني قدر بالك رحما في حتى قدلت ريال تمسكي باللي عندك والله ضحك أنا طالعها قلت لها ليش تبين تطلقين خلش مع ريالك وفعلا يعني ساعات المتزوجة بحيات المتزوجة محد عاجبة محد بس لا إن شاء الله الكل عاجبة ويقتنع ويكون راضي هذا اليوم يزعجك سؤال للناس عن حياتك الخاصة وليش متى تتزوجين يا عهود أنا مو قصدي بالسوشال ميديا أقصد في الحياة النورمال اللي تعيشينها بين الناس مثلا رفيجات أمت محيطت يزعجك متى تتزوجين يا عهود متى نفرق لا بالعكس كله يلا إن شاء الله دعولي يلا متى تيبين يلا إن شاء الله إن شاء الله أول ابنية بسميها بحط شذي ويسوي شذي بالعكس أتجاوب مع السؤال وأحبه تحبينا أي بالعكس شلو الشي اللي دائما الناس مهوسة بتعرف عن حياة حهود العنزي مهوسة يعني إهمها تعرف والله ما حس يبوني عفن كشي قاعد شكونا يعني عارفين هم بتأقدر مثل يعني أنا أحس أحس يعني يعني مثلا الأشياء يبوني عرفون مثلا كيف حياتي أحد بتزوج قريب أو شي مهم هذا السؤال عنده إي لا أنا إذا في شي عطوا رحها بالعكس أعلن وقدرنا المتابعين بفرحولي في نفس رحلين اتزوجت أو شي بس إذا في شي أكيد رح أعلن عنه طبيعي طبيعي اختيارات تحق البشر محظوظة فيها ولا مصدومة فيها لا والله محظوظة والحمد الله أمانة يعني الحمد الله ما نقدر كش نقول والله مو محظوظة صار فيني لا والله في ناس أنا دائما أتفائل غير كل الناس أحب الإنسان المتفائل وايد أحب الإنسان المتفائل وأحب اللي عاش ريكون شخص متفائل لأن شن يقول لك ترى هذا صج إذا قعدت مع محيط أو بنات ناجحين تبتنجحين تصعدين معهم يزيدك 30% من مخ ووعيت وتبين تنجحين تصرين لأنني أحب أقعد من المتقفين يضيفوني أنت من الشخص أحب أقعد معه شأنه وايد تضيفيلي وايد ناس تضيفيلي أحب المتقفين أحب اللي لو أستفيد شن براند الطاولة هذا بالنسبة لي يعطاني معلومة هذه قعدتها حلوة لكن لما تقعدين مع ناس اكتئاب ومشاكل يعني ما فيه هو فيه ساعات مشاكل نسمع ما عندنا مشكلة بس مو كل القعدة مشاكله وأنا وبيطلقني وأنا وراحه وخلوه هذا اكتئاب ينزلت يقوش 30% ما تنتجين فدائما نحاولوا تقعدون مع الناس اللي فيها طاقة وحب حق الحياة صح دائما صح متضايقة لا تروحين العزيمة زعلانة لا تنشرين الطاقة السلبية ايه يعني الكل مو مجبور مو محد مجبور عشان شي انا اقول بسناب شات اللي تطلع لا تتدمرين وايد اوكي راح نفهم انه طول ما طلعتي موقف واحد بشيتي شكيتي بنسمع انتي ما تتشكين وايد لكن انت طول الاسنابات شكاوي لا اتمللت شكاوي تشد بصواريخ ايه ملل لا مو حلو ساجة والله حق منو تقولين هو انا بي اسم شخص صراحة اوكي حق منو تقولين الدنيا بكفة وانت بالكفة الثانية امي والله الام حبها حق عيالها غير مشروط وفي حب بعض الابناء حق امهاتهم حب غير مشروط ربعا وتحسين انتي اليوم يعني انا اليوم عندي بنت وحدة احس ايه اخليها ديم احبها يا عمري لما ابي اربيها اقول شلون امي ربت خمسة ايه ما يضرع نفسنا احنا خمسة ايه اشنون الله يعطيهم العافق احنا ستة اخوي احنا خمس بنات وولد واحد محمد ترى يمكن في متابعي ما يدون عندي اخو لا واحد احسنت انا ما منش ناهد محمد الله يخلي لكم ان شاء الله عتاب عهود حق الاشخاص يكون عن طريقة كلام او تجاهل لا والله احنا في وقت ما في شي اسمه تجاهل لا في شي يعني لا تردين حتى لو ما تردين نفس طريقته مثل هو يكون طريقته وصخلت لا تردين علي نفسه بس لازم تعطينا انطباع ان انا عرفت ان انت سويت فيني سويت فيني شذي وانا رح ارد الحركة يعني خلاص لا تسوين دور ان انا مسكينة وطيبة الطيب ينوكل المسكين وليكسر الخاطر في هل وقت ينوكل لا انت تعديت علي راح ارد عليك لان انت بنيتي نفسك وبنيتي اسمك ونجحتي وتعبتي لا تقبلين اي شخص ينغذ عليك يهينك يغلط عليك ردي عليه نفسه مني الياهل من المدرسة يركض عنده امه والابو طقوني لا شعوريا الام مترد طقوا طق اللي طقتك انا امشي عليه هذا الشي اللي طقني بطقه ما راح هذا شي ما يتغيرني انا اقب غضية غسل الموان اني صرت اللي طقني اطقه ارد عليه باي طريقة لازم ارد لان الضعف ياكلت المجتمع لا تضعفين حتى انتهي لا تضعفين حق اي شي يصير متى حست عهود بالظلم وخصوصا مو من البعيد او من القريب حست بالظلم من القريب لا اذا قلت احس الظلم من القريب اظلم نفسي واضلم اهلي القريب قدش الام الاب والخوات اي احد يمكن صديق صديق ما عندي واحد اصدقاء قدش امه ثنتين لا ظلموني ولا ضربتهم شبصي فيهم هذا العهود شبصي فيهم جيل الطيبين جيل الطيبين اللي راحوا اللي راحوا معي عملي سكيت لا الظلم لا صدقين انا اخاف ان احد قريب يظلمني لا ان شاء الله ان شاء الله منو مسمير المسكين لا يا عمري اخاف يعني تدري بعد الزمن اخبر لا اخاف من الدنيا كلها انا يعني خافي من الدنيا بس ما تخافي من لهل لا 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 انا ما تكلم عن لهل اتكلم عن اي شخص يكون قريب من حياتي اخاف انه في يوم يظلمني او اخاف انه يقدر فيني او اخاف يعني حشني حشني خصوصا في الشغل يعني يبوق يسموه اقتلاص ما تدري ماذا يخوف صراحة النقص هو الكمال النقص هو الكمال اوكي شنو اللي ناقصت عشان تكونين اليوم مرتاحة امية بلا امية اللي ناقصتني اشتغل اكتر عشان بيارتاح ليه جدا ابي اشتغل 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 ان شاء الله يا رب لين اوصل مرحلة اقول الحمد لله انا اتفيت اتفيت وحب الشغل الشغل حلو على رد على كلامك اللي قلتي قبله شوي العين بالعين والسن بالسن والبادي أضل ومن طق الباب سمع الجواب دمع أبو الجواب وما فيها شيء هذه الحياة حياة مدرسة متى آخر شخص طق عليك الباب ورديتي عليه لا لا الحين هدوء هدنا الحين ما في أحد قاعد طق الباب علينا الحين خلاص أحس الكل لاهي هدو ومهود لا الحمد لله لا أمانتنا دين عهود خذينا وايد شديد تكلمنا عن كذا محور أنا كان في بالي أعرفه معي شخصيتك وقد قلت قوينا خافة عبر ما عرفة عبر ما رح تصدقين لنا تعبيرك يعني مخذة بلاس بأي أربع مرات قلتش أنا حس ببيت إيحاء المكان يعني كوزي الحمد لله هم أنت تكونين مرتاحة شكرا حبيبتي اليوم إحنا وايد في شباب وشابات ورا الشاشة يطالعون اليوم عهود يطالعون المصور المخرج أي أحد فيه مجاله وكيف يعمل معارف الطريج معارف الطريج شوف أنا ويتيني أسئلة كل البنات وايد يكتبوني شلون نجحتي شون صرت عطينا طريقة وشذي أحس أولا لازم يكون فيه شغف في حب حق الشي اللي بتسوينا هذا رغم واحد رغم اثنين لازم يكون عندتش المادة مو شرط أن يكون عندك فلوس وايد عشان ما تسوي مشروع صغير في ناس تبدي من ولا شي بسيط أنا بديت برموش رموش بدينارين برموش ومن فلوس لرموش وهذا الأكاونت فتحنا نخواتي صالون ومن الصالون بديت شو أتكلم أكثر عن الأشياء الميكوب وشذي بديت أنشر أكثر بديت أسوي أعلانات مع الإعلانات صار عندي فلوس قدرت أسوي براند ميكوب هو يعني شنو اللي بوصل إن الأساس الفكرة أنتي شنو تبين تسوي وحبي لا تسوي شي عشان رحتي مثلا سويت دراسة شنو أسوي مشروع إيتي واحد والله المشروع اللي نبيك تسوينا تسوي مقسلة وانتي ما لتشغل بالمقسلة يعني أول مشروع شي يسوي مقسلة وانتي ما لتشغل بالمقسلة لأ انتي لحقي الشغف اللي فيتش هذا رغم واحد ورغم اثنين المادة مشارط المادة مبلغ كبير عادي في ناس تبدأ مبالغ صغيرة وتكمل والإصرار والتطور انتي تقني تسوي مقسلة مغير فلوس شلون شلون لازم بس التطديين أنا أحب الإنسان اللي يبتدي صغير يعني أنا يوم بلشت مثل ما قلتي توا انتي توا صالون بلشنا مشروع الصالون فرع تشية يعني صالون ويت كان صغير بعشرة آلاف دينار إحنا تشب كان عنادل تسعة آلاف وسلف من أموي لا يعني ثلاثة إحنا كأربع كملنا لفتنا خمسة تسعة آلاف دينار اللي بوصل إنه في بنات ياخذون ممكن قروض السيفينج اللي عندهم ويبتدون كبار بعدين يصير فيه درب لو يبلشون صغار ويكبرون مع الوقت أفضل لهم من لا يبلشون كبار ويصير فيه ممكن ما ينجح المشروع ممكن معنا حزتها ترى أنا كنت مشهورة في السوشال ميديا بس هم ما كنت أبي أدفع ويد فلوس حق صالون فالبداية صغيرة يعني أنا عرف واحدة من البنات تشتري ميكوب من بره وتزيد على ثلاث دنانية أربعة دنانية مثلا الرود البراندات اللي مو موجودة بسيفورة أو مو موجودة في الكويت وتبيعه وشخالة عادي ابدي بشي بسيط صح البسيط يمكن الله يطرح فيه لبركة ويكبر أمية بالأمية والله العظيم أمية بالأمية تفائله آمين أنزين الحين أبي أتكلم عن عن الشغل أحنا ما أريد اللي أطلع من موجودة الشغل أنزين آم 2020 بدايت براند عهودة بيوتي عدد شهر تسعة عشرين عشرين شلونية فكرة أنا أبي أسوي براند اسمع عهودة بيوتي الفكرة صراحة من العطور كان عندي براند عطور مو براند كولابريشن إيه والله جزء أنا صرت من البراند اللي هو بوديسيا يوم قاعد مع صاحب البراند وسولف يعني ما شاء الله المبيعات فقال لي يعني أنا أشوف إش أنت ويتحبين الميكب والفاشن قلت لو الله مو غلط بس ما كنت عرف وين أروح من يسل البراند ما عرف بس بعدين عرفت وتعلمت ونبكت نقص علي مبلغ وايد كبير بس اشتغلت وكملت بالميكب واجهت صعوبة ما كان سهل يعني في جزء ما بي أقوله بس بقوله أنا في وايد مصانع صكت الباب بوي ما يوين نشتغل مع براند خليجي توابادي في مصنع حفيت والحين هذا المصنع يعني الأونر يعني مول المديرة صاحبة المصنع صديقتي مقربة الحين صارت كانوا رافضين أني أشتغل معهم أني براند خليجي وتوابادي حطتها حطولي شروط متعجيزية شروط يعني ما بيقدش فيها تفاصيل قبلتها قلت أوكي حطولي أعداد حطولي مبلغ حطولي شروط وتفلسفة ووايد عليك إنها هي لأ بطريقة دربة وأنا إلا إيه هذا يقول الأسرار إلا إيه المصنع ووايد كبير يعني تكلمش عن فنتي شنير يعني مصنع ماك أنا حب ماك إلا المصنع هذا وحطولي ما أنسى ست شروط وكانت قولي عن هذا لا قولها إيه بتقطين وايد لها قط أبي وفعلا وافقت بالشروط وبعدين كنت وافقت وشتغلت معهم عادي وبحت وستانسة وشون ردي سويت ريستوك صار رحت تباي ويتني واحدة وأنا في لوب الفندق في بول قيل يتسلمت علي أرفت عن نفسها قلت لي أنا بنت الأونر وإحنا وايد نحبك نحب الإسرار والشغب اللي أنت فيه وشلون إحنا كنا يعني مثل ما نبي نتعاون معاش أو ما نبي نصنع لك بالمختصة بس قلت بطريقة دربة ما نبي بس أنت أصريت وأثبتت العكس أن أنت البراندات الصغيرة تكبرون والحمد الله ما كانوا يابوني بس أنا بيهم والله شمن أنت يا يتوت من أنت أحب أحب القصص هذه تأثر وائد يعني ليس تأثر فيك أن يصير فيك لازم لا اليوم اللي تشتري من براند عهود بيوتي تشتري أي برودكت معروض ما تعرف القصة بس أنا اليوم متأكدة لما يسمعون هذه القصة بهذا الحماس بهذا الشغف راح يصير عندهم أحب براند لأنه يعني وائد صار فيه هجوم يعني بعد لا تنسين أن أنا بالشغل كنت فترة مع شركة بوتيكات صح من أنجح طراح فتراتي وأحبهم ولهم كل الإحترام فيوم طلعت ظليت بروحي بسمعي أخواتي والتيم وقالوا لي ما رح تقدرين بروحك لا إن شاء الله رح أقدر وتعبت أول فترة والحمد لله قدرت يعني قدرت أني أتخطى المرحلة الصعبة المصانع من صوب وأني رحت بروحي من صوب يعني وائد كان لدرجة أنه مريت في أزمة بالشركة فلوس سلفت من أمي أنا بقول لش أنا ما عندي كاش أنا كل يعني مجم يعني مثلا شدي فما عندي وائد مرات سيولة لا يوم سلفيني أرجوش ما قدرت تسلف من أحد لنتي سلفت من أمي كملت يعني وقدت وإن أسمح الكستمر شوني يعني مثلا أنا بي توصيل سريع DHL DHL سريع بس غالي حطيت DHL يعني أسمح أحب أسمح الماركتينج عندكم ما دري شلون ستارة يا ماسكا الماركتينج عالي ما يابون شدي يعني قمت وائد أصير قريبة من الكستمر لأن السوق لا تروس ميكوب بس أنت شون ترضين الذوق يعني أنا من أنا عهود والله الله عدد ما يروح أشتري ميكوب أهم شي عندي الشكل وعند أحط من الأشياء التي تعجبني أكيد المنتج حلو مصانع قوية بس أبي أحط مع الجنط الفلاني والصورة حلوة العين تحب الشوف تحب الضوغ تحب السنع تحب الشيء الحلو ومع منتج حلو إن شاء الله تنجحين بي من 2020 الآن دخلنا 2024 4 سنوات شهر 4 سنوات 4 سنوات أول بردكت بحتي أنا نزلت بلاين كامل فانديشن أي شادو هايلايتر وبيعت يعني يعني زين سويت بس بعدين بديت أبي أطور لا أطور المصانع أبي أروح على الولايات أقول لي ما كانت تبيني وأنا إلا إذا ما أنا أبيج أنا أبيكم عشان تفهمين إن الفلوس مو كل شي في الشغل إذا ما في إصرار ما في ترضين الطرف اللي بتشتغلين معه ما رح يقبل شو المنتج القريب من قلب هو بيوتي هو الكمباكت لأنه من هذا المصنع اللي شلع قلبي هذا الكمباكت قوي عهود أقولي المصنع تقول الكمباكت المصنع مو عادي شوف عهود اليوم في براندات منافسين بنات مثل عندك نتكلم لوكل شوي عندك مثلا ميكب نوها نبيل ميكب فوز ميكب خلود ميكب الفنانة بالقيس أنا أتكلم هني الخليج نعم شفت براند ميكب طبعا قبل فترة سعودي طلح نورة بعوض نورة بعوض عندها ميكب في ميكب اسمه أستر أو شاشيا I think أعلنت عنها دلال الدوب سعودي براند ويد عجبني عهود وين من كل هذا أو شلون تتعامل عهود مع هذه المنافسة والله خاف أجاوب يزعون عليش أجاوب 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 لا يفهمون الإجابتي المنافسة أنا ما أشوف منافسي لأن أنا أنا أنافس نفسي وأخذ خط يعني أنا حاول أخذ خط بروح عشان ما أنا أنافس وقلدتني وقلدتها وتقصدني فأنا ما أخذ لائن بروح المنافسة حلوة يعني بس أنا ما أشوف أحد يشبه أحد حسين أنت حتى كألوان كبراند شوف اللي قيم هذا الشيء المتابع اللي تشتري شرت من خلود شرت من بلغيس بتحط كلها وبتجرب لأن أنا لما أشوف ييني مثلا اللي ماسك الويبسايت عندي مثلا ننزل منتج يشوف الكاستمر اللي يرجعوا حلو أنا عندي اللي يرجعون وايد لما يرجعون وايد شنو معناتها معناتها أن يحبون إيه على فكرة أنا كل شهر مع نادل ريبورت يطلع الكاستمر اللي يرجع نشوف شكذا الرجع معناتها نحب المنتج ويردي يشتري نفس المنتج اللي شرعه معناتها إذا ما يخلص شيء تريدين تشتري معناتها أنت حاب الشيء فأحس أن الحين البنات تشطر في الميكوف تكتبقوا انستجرام ما خله فتعرف من الطقة تقول من طقة الشدو أعرف حدو من طقة الحمرة يهبل خلي هذه المنافسة على الجنب خلي مو من ملهمة عهود في عالم المكياج اللي أحب شون الميكوف والطريقة ميكوف باي ماريو ماريو يعجبني يعني عنده تشكه عالمي وك لوكل بالكويت أنفال 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 تلك أصورة هي لديه ما خلص أصورها لازل إيه لأن أنفال يعني أو شيء أنفال أحب شوائد يعني أنا من ينجح المنتج وتعليقات وائد على الميكوف أستان أقول لأنفال حب ومكياج علي يقول لا البرودكت ما لديه حلو أقول أنت حلوة التيم حلوة أي والله حتى مصورة التيم كلها وبعدين يعني حلوة أن التيم من وفي ديرت وكلنا التيم واحد الحمد لله في إبداعات وفي وائد مواهب اليوم براند عهود بيوتي براند مشهور خليجيا وإن شاء الله يا رب عالميا إن شاء الله والله لا مو عالميا لأن أنا أشوفها عالميا قال يتداولون وين البراند بعد شمسنا شنو خطوات البراند بعد شمسنا والله في خطوات حلوة بس أنا ما بيأقولش إن شاء الله إن شاء الله أكيد الإجابة المتوقعة يعني أن أشوفها عالميا إن شاء الله هذا شي بس أنا ودي أشوفها عند كل البنات هذا حلمت يعني مو بالخليج ولا العالم كله عرفت لما أنا أدش تيك توك أنا أحب تيك توك ونسني بميك أب لما أشوف يمسكون الميك أب أقول الله ودي يعني هذا المشهورة حمرتي شديدة شد تمر شدي يعني ودي الكل يستخدم ميجاجي والله يعني هذا حلمي القدر موكل بالمنطق وكل اللي تتمنينها راح يتحقق إن شاء الله هذه من الأمنيات اللي ودي أحققها يعرف تتحقق يا عرب شنو تعني العائلة بالنسبة حق عهود الأمان أمان يعني الصدت ماش كون تروحين أمي أبوي خواتي العائلة كل شي في الدنيا شنو تعني العائلة برمضان بالعيد الله شنو أي والله تحشين من غير عائلة لا جيش المر عائلتها يا عهود أي والله يا دانا شنو تعني لك الأم الدنيا الدنيا وما فيها الله كلمة كبيرة ومهما توصفينها ما تنوصف الله يخلينا أمهاتنا وكل شخص أمه متوفية الله يرحمه يا رب وبجنات النعيم يعني أنا مرة حطيت فيديو عن الأم يعني كان يعني يما أو كل الأم أنت عظيمة أنت الدنيا ما تكررش الأبو حسه في البيت يكفي وجوده سبحان الله سبحان الله الأم والأبو كل ما يكبرون تحسينهم دورة الحياة ما يشون تصيرون شنو معيالك خافين عليهم الدللينهم يعني ودي أسوي لأمي وابوي الشيء يمكن ما يقدروا يسوي اليامان صغيرة ما رح أقص ولا شيء بالحلقة تجاد فكرة لا أنا شوية بموضوع الأم والأبو وايد حساسة يعني أنا مرة أفكر أقول أنا لو أنت عيالي شلون يعني شون بيكون حبي لهم عنادل عنادل إيدي اليمين صديقتي شوفوا عنادل وعنود تصنيع البادي ولا بس عنادل بس لا بس لا ترحي لبايد عنادل وعنود يعني مراهقتي معهم الشيطانة والوناسة والأيام الحلوة ما زالت الأيام حلوة بإذن الله يعني عنادل أعتمد عليها في الشغل والله يا دانا أنا يعني عنادل سارة في الشغل أنا أضيع من غيرهم ترى أنا يعني سبب نجاحي في الشغل أو ما يعني أنا مشغولة شوي بالإعلانات أو مشغولة في شيء ثاني أو ما معاي بالبراند يعني دائما إيدي الوحدة لا تصفق تيمك لازم يحبك شغلك يعني المحيط اللي أنت تشتغل في كلمة أمي بعد تقولها وائد حلوة تقول النجاح يعني مثل كيكة لا تاكلينها بروحك كلها أنت واللي ساعدوك أنت تسوي نابل كيكة فأنا أحب خواتي وأحب تيمي الكل ناجح اللي اللي ساعدني أني أنجح وأحب أقص الكيكة كل مشروك مبروك سارة سارة تدلو على الجعدة الحساسة الحلوة ماسكة الميديا كل الميديا اللي يشوفونها الحين في أهودة بيوتي سارة ماسكتها حسين الضوغ من مكشيكن هذا حلو شيخة شيخة وايد هادية حنونة ما عاني أشد عليها وايد بالشغل بس تسمع الكلام عطوة طبق يعني أشد بالليل ثاني يوم أشوف التطبيق هذا اللي يعجبني فيها سرعة ذكية شيخة شاطرة شغوفة تحب شغلها معتمدة على نفسها تعجبني شيخة شغصيتها برج الميزان صج برج شوية حالم بس يعني واقعي شوية حبون سندريلا الميزان كلا يحبون هذا سندريلا والمقات ديزني ما شخصيته ضريبة يعني أنت تكلمين نفسك وشيخة حالمة وعنادل القوية عنادل لأن وفعية أكثر إحنا لا فأنت وعلبة ما كنتوش عموما يعني كل واحد عنده شخصية وكل واحد يعطي أفكاره على قولة أذكر مرة رفيجتني كانت موجودة ما شو نسوي بمدسف فكل واحد يعطي راية شون تقول أنا حب أن المزل تربيتها مشتركة كلا نقعد نربيها حلو أن كل واحد شخصيته في البيت غير عنود عنود يعني شوفي عنود ترى أقوى دور في البيت لأن عنود عبارة على الأسعافات الأولية أي أحد يطيح أي أول وحدة محركة السيارة والمستشفى أي أحد مريضة والله عندها جنة سعافات بلاستر تبحص ضغط سكر يعني هذا يفحصك وانت تعبان هذا حنون أم المزل ما في مثلها حنون أنا سمي سعافات أول يام في البيت محمد شوفي أنا عندي أخو واحد يعني الله يخلي مع أن يعني الشباب الكويت على قول الله ترفيش تفايف ستار شعور أن عندك أخو هذا شيء وايد جميل يعني أنا مرة دعمت وكل حق اللي دعم الهندي أصبر رحين أدق على أخوي معنى أنا ما دقت على أخوي أدي لو أدق ما رح إي ما دقت بس أن الشعور عندي أخو استقوي فيه هذا يعني شعور وايد جميل يعني بعد في وحدة والله تتهاوش مع ريلا أدق على الإخواني تهدد تهدد بالأخ لأن الأخ أخ يعني ما يسمونه سند سند عضيد تقول أدق على أخو أخواني 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 خوف خوف بأخوي لأن الأخ يمكن كل شيء تعوّب إلا الأم والأبو والأخو يعني أنا أخوي مرات يقول لجملة يكتب ها يعني أبتش يقول لي أنا الله ما عطاني أخوان بس عطاني أخت عن أشر أخوان هذه الجملة كتبها مرة واحد حطتها كلمة أشتاق لا وش أداش أقر الكلمة معني أدله أبنتشر ما رح يعني هذا الكويتي ما رح يعني بس وجوده مهم في حياتنا وجوده تستقوين في يعني أنا أتكلم واقع أنت لما تصير عندك خلاف أخوي هددين فيه صح والله العضية تغير شنو أكبر مخاوفك لما تفكرين بعيلتك أكيد الفقد وما حب أفكر فيه ما تحبين تفكرين فيه أنا ما رح تحمل أحد وقت مرض أبوج كانت هذه أقصى مرحلة مرت فيها عهود شخص مقرب لش قال له الكلام شنو قال قال أن أسوأ مرحلة في حياة عهود العنزي كانت مرحلة مرض أبوي أي وحسيت أن عندي فلوس بس مقادرة عالجة عشان شدي دايما أول دعاء أدعي حتى متابعين مع هكلكل يا ربي الصحة صحة دايما أدعي بالصحة والعافية قبل كل شيء لأن لو عندك فلوس ما تقني تعالجين المرض المرض ما يتعالج بفلوس فدايما طلبي من رب العالمين الصحة أنا دايما أطلبها ودايما العائلة يقول لك إذا أنت بار في أهلك يقول الرسول عسى السلام يعني شنش ملكتي خير الدنيا كله في بر الوالدين لا يدخل الجنة من كان عاق يعني أنا أنا أتكلم عن نفسي لا أحد يفهمني يعني أقصد مثلا الناس في عندها مشاكل في ناس أكيد عندها مشاكل وتمر في ظروف لكن أنا أتكلم عن الناس اللي دايما حطوا الأم والأبو الدنيا في كفة وما في كفة العين اليمين واليسر ما يتعوضون في الدنيا كلها يعني أمانة يوم طاح أبوي تحسفت أني ما كحت معه وقت أكثر هذا أبني ويوم طلع وقام بالسلامة قمت قاعد معه وقت أكثر قاعد أنت نحن بالسرداب حطين التلفزيون في الأرض ويدي وني تعالي أحط التلفزيون في الأرض أحط عشان أبوي طالع حين مسلسلات كورية واني قاعد كنين نتابع مسلسلات ويا قاعد أقضي وقت أكثر معه لأن عرفت وما قاعدت وائد واني مشغولة بس قلت لا خذيت عهد علي أني أقض حمد أنا من وما أطلع وائد وقتي معه بالسرداب يعني أغلب وقت التلفزيون ومعه خليته يندمج في المسلسلات الكورية الحلوة حبها منت يعني اي لأن قمت نتابع أنا مو مندمجة بالحلقة بس أقول شفت الصار وهو عبال أن أنا مندمجة بس أنا مو ويشرح لي المجرم قتل سو المجرم دش على العصابة قتل قتل عفية يعني شما يلازم لازم هذا حق بالدنيا حق علش بالدنيا أن أنت تكونين بارة بموش وبوش حتى لو كان مو زيني لازم لازم بالختام يعهود كل ما تلخص شعوره تحق هذا اليوم هذا الكلام اللي قلت كله ممكن ينتسينا كامل وراح تكلم فيه بحث الحمد الله نستضيف استضفتوني وخليتوني أعبر أشياء حلوان وإن شاء الله يا رب كل كلام اللي قلت ما حد تهمني غلط